كان واحد من المرتاضين نحن عندنا رياضة بدنية عندما واحد يقوم برياضة بدنية بدنة يصير قوي يقوم بما لا يستطيع أن يقوم به الآخرون يحمل أشياء ثقيلة وعندنا رياضة روحية الرياضة الروحية لها منهج معين عندما تمشون في ذلك الخط روحكم تصبح قوية فتستطيعون أن تقوموا بما لا يقوم به الآخرون ينقل في أحوال أحد الأشخاص أنه كان يسير ابنه ينقل هذه القضية يقول كنت أسير مع أبي في مكان فرأى أبي شخصا مرتاضا الآن موجودون المرتاض فأخذ ذلك المرتاض فاكهة من الفواكه لعلها كانت كمثرة أخذ حجرا من الأرض وبإرادته النفسية حوله إلى كمثرة إلى فاكهة يعني شوف أنا وصلت إلى هذا المقام إلى هذه الدرجة يقول أبي قال له هذا ما عملته لي لعله مرادة للناس يعني أنت عمر قمت بالرياضة الروحية ولكن لماذا ما هو الهدف الباعث الباطني شنو كان أن تظهر قدرتك للناس واحد خمسين سنة يدرس ليش حتى يقال إنه عالم هذا هو الباعث الباطني إنك فعلت هذا لي يعني للناس كما يبدو ولكن ماذا فعلت لله المنطلق ما هو يقول فأخذ المرتاض يبكي لأن فجأة اكتشف واقعا شكراً لك شكراً لكم شكراً لكم